يبلغ عدد اللغات الموجودة في العالم إلى أكثر من سبعة آلاف لغة فأي لغة من كل تلك اللغات يمكننا أن نقول أن آدم عليه السلام تحدث بها هناك علاقة كبيرة بين كل تلك اللغات تدل على أنها قد تفرعت من أصل لغة واحدة وهي بالتأكيد لغة آدم عليه السلام فما هي تلك اللغة ونجد تشابه كبير بين الكثير من الكلمات في اللغات تدل على أنها تتفرع من لغة واحدة وهي اللغة الأم والتي من المفترض أن يكون تحدث بها أول إنسان عاش على وجه الأرض وهو آدم عليه السلام فنجد في اللغة اللاتينية كلمة قانون بالعربية كانون وبركان بالعربية ذولتام ونبيل بالعربية نوبيلس وبقرة بوكلة وأذن أوثن ونجد في اللغة السكسونية كلمة هو هي وهي هيو وهم هم ودار دارو ونجد في اللغة الهيروغليفية أب أبو خاتم ختم نهر نهير يم يما عين ماء عينو كلمة آتون والتي تعني آتون النار في العربية يقابلها في الهيروغليفية آتون والتي تعني الشمس وفي فرنسية نجد مقابل كلمة القست في اللغة العربية جست ومقابل كلمة مرآة في اللغة العربية ميغوتاي شاجن في العربية يقابلها في الفرنسية شاجون وسكر في العربية يقابلها في الفرنسية سوكو ونجد في اللغة الإيطالية سكر يقابلها زوكرو وقطة يقابلها في الإيطالية جاتو ونبيل يقابلها نوبلي وبركان يقابلها فولكانو ونجد في اللغة الإنجليزية كلمة زراف في اللغة العربية يقابلها جيراف وكلمة قصر يقابلها كاسل وكلمة سكر يقابلها شجر وكلمة القست يقابلها جاست وكلمة نبيل يقابلها نوبل إذن فهناك علاقة كبيرة بين كل تلك اللغات تدل على أنها كلها تنبع من أصل لغة واحدة فما هي تلك اللغة؟ يرجح البعض لغات يحتمل أن تكون هي اللغة الأم لكل اللغات فيزعم البعض أنها اللغة السومارية أو الأرامية أو الكنعانية أو العبرية أو العربية فأي من تلك اللغات هي اللغة الأم التي تفرعت منها كل لغات العالم وكانت لغة آدم عليه السلام اللغة السومارية يعود تاريخها إلى 4000 سنة قبل ميلاد المسيح عليه السلام وكان موطنها جنوب بلاد الرفدين في العراق لم يتم تدوين اللغة السومارية واندثرت ولم يعد هناك أي تشعوب تتحدث بها وكونها اندثرت ولم تدون يجزم القول بأنها ليست اللغة الأم كما أن تاريخها يعود إلى 4000 سنة فقط قبل ميلاد المسيح عليه السلام اللغة السريانية اللغة السريانية هي لغة مشتقة من اللغة الأرامية وهي اللغة الأصل لها وتعود للقرن السادس قبل الميلاد وكانت السريانية لغة طائف الأشوريين والسريانيون والكلدانيون الذين كانوا يعيشون في العراق وسوريا هناك البعض من سكان شمال دمشق وفي العراق وفي مدن الموصل ودههوك وأيضا في جنوب شرق تركيا ما زالوا يتحدثون اللغة السريانية وليست السريانية بالطبع هي اللغة الأم لأنها لغة مشتقة ومتفرعة من اللغة الآرامية اللغة الآرامية تعود اللغة الآرامية إلى 1500 عام قبل الميلاد أي تاريخها يعود إلى ما يقرب 4000 عام وهي لغة المسيح عليه السلام ولغة الحواريون وهي لغة النبي إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وهي اللغة التي كتب بها سفراء دانيال وعزرة وهي أيضا اللغة التي كتبت بها مخطوطات البحر الأحمر ما زال البعض في سوريا والعراق والأردن وجنوب شرق تركيا وإيران يتحدثون اللغة الآرامية لكن يمكننا القول أنها ليست اللغة الأم لأن تاريخها يعود فقط للقرن الخامس عشر قبل الميلاد اللغة الكنعانية تعود اللغة الكنعانية إلى 4000 عام تقريبا وهي لغة قديمة وقد انتشرت في أرض كنعان فلسطين وغرب لبنان وجنوب غرب سوريا وهي اللغة التي تفرعت منها اللغة العبرية وتعد مدينة أريحة الكنعانية من أقدم مدن العالم في التاريخ والتي تقع في فلسطين الآن اللغة العبرية تعود نشأة اللغة العبرية إلى 1200 عام قبل الميلاد أي إلى ما يقرب من 3000 عام تقريبا تفرعت اللغة العبرية من اللغة الكنعانية وهي كانت لغة اليهود قبل السبب مثل باقي سكان فلسطين والشام واللغة العبرية في الأصل هي إحدى لهجات اللغة الكنعانية فقد أطلق اليهود على لهجاتهم العبرية لتتميض عن اللهجة الكنعانية السائدة في ذلك الوقت واللغة العبرية الآن هي اللغة التي يتحدث بها اليهود الذين يعيشون في فلسطين المحتلة اللغة العربية هي أم اللغات السامية القديمة تعود اللغة العربية إلى أكثر من 8000 عام قبل الميلاد وهي لغة الأقوام الذين سكنوا شبه الجزيرة العربية وتنقسم اللغة العربية إلى قسمين اللغة العربية الجنوبية واللغة العربية الشمالية أو الفصحة تعد اللغة العربية الشمالية أقرب اللغات إلى اللغة الأصل التي تفرعت منها اللغات السامية الأخرى لأن عرب شمال الجزيرة العربية لم يمتزجوا كثيرا بغيرهم من الأمم ولم يخضعوا لحكم أي دولة أخرى واللغة العربية الشمالية هي اللغة العربية الفصحة وهي لغة القرآن وهي لغة قريش والقبائل التي كانت تعيش بمكة قبل بعثة الإسلام إن أول مسجد وأول بيت وضع لعبادة الله تعالى كان في مكة إذ يقول الله تعالى في سورة آل عمران الآية 6 وتسون إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين إذن فهذا دليل على أن آدم عليه السلام كان يعيش في تلك المنطقة من البديهي والمنطقي أن يقوم آدم عليه السلام ببناء الكعبة أو يشترك في بنائها مع ابنه شيس عليهما السلام فكانت تلك البقعة هي أول بقعة وأول مكان تكلم فيه إنسان وأسس فيها أول لغة عرفها البشر ومما يزيد اليقين أنها أول لغة عرفها البشر أنها احتفظت بالأصوات التي فقدتها كثيرا من اللغات مثل حروف العين والغين والحاء والخاء والضاد إذ تجتمع جميع المخارج الصوتية في اللغة العربية ومما يزيد التأكد أيضا أنها أم اللغات وأصل كل اللغات أن هناك الكثير من اللغات التي تستخدم الحروف العربية والذي يدل على أنها اللغة الأم التي تفرعت منها كل اللغات ومن أبرز اللغات التي تستخدم الحروف الأبجدية العربية هي الفارسية في إيران والكردية في شمال العراق والأردية في باكستان والهند والكشميرية في كشمير والطاجسكية في أفغانستان وروسيا والبنجابية في الهند وباكستان والتركومانية في أفغانستان وإيران حيث يصل عدد اللغات التي تستخدم الحروف الأبجدية العربية إلى 20 لغة مقارنة بين اللغة العربية وبين اللغات القديمة الأخرى من حيث الجذور اللغوية تحتوي اللغة العربية على 16 ألف جذر لغوي في حين تحتوي اللغة العبرية التي يزعم اليهود أنها هي أصل اللغات تحتوي فقط على 2500 جذر لغوي وتحتوي اللغة اللاتينية على 700 جذر لغوي والسكسونية على 1000 جذر لغوي مقارنة بين اللغة العربية وبين أشهر اللغات من حيث عدد الكلمات تحتوي اللغة العربية الغنية بمفرداتها على 12 مليون و300 ألف كلمة تحتوي اللغة الإنجليزية على 600 ألف كلمة تحتوي الألمانية على 160 ألف كلمة والفرنسية على 150 ألف كلمة والروسية على 130 ألف كلمة وتحتوي العبرية على 75 ألف كلمة الخصائص الفريدة التي تتميز بها اللغة العربية عن جميع اللغات الأخرى كما كنا في السابق أنها تحتوي على جميع المخارج الصوتية وتحتوي أيضا على أكبر عدد من الكلمات تتميز اللغة العربية أيضا بالاشتقاق وهو اشتقاق كلمات عديدة من أصل كلمة واحدة مثل طالة يطول طويل طائل طائلة مستطيل ضد طول طولا فإن اللغة العربية غنية بالاشتقاق وهذا الاشتقاق الفريد لا يوجد في أي لغة أخرى فعلى سبيل المثال نجد في اللغة الإنجليزية كلمة جود لا يوجد لها أي اشتقاق غير كلمة جودنس فقط وعلى سبيل المثال كلمة جيد نشتق منها جيد أجاد مستجد جادة جياد جودة جود أجياد تتميز اللغة العربية أيضا بالإيجاز أو ما يعرف بجوامع الكلم وهذه خاصية فريدة تتميز بها اللغة العربية حيث يمكنها التعبير بعدد قليل جدا من الكلمات فمثلا نجد في الآية الكريمة فسيكفي كهم الله عند ترجمتها إلى أي لغة فإننا سوف نحتاج العديد من الكلمات فمثلا عندما نترجمها إلى اللغة الإنجليزية فإننا سوف نقول فقد اضطررنا هنا عند الترجمة أن نستعمل أربع كلمات لترجمة كلمتين اثنين فإننا هنا احتجنا إلى ضعف عدد الكلمات للترجمة وعلى سبيل المثال أيضا إذا ترجمنا كلمة أعطيتموني فإننا سوف نستعمل ثلاث كلمات فسوف تكون الترجمة بالإنجليزية إذن فإن اللغة العربية لها قدرة على التعبير بأقل عدد من الكلمات ونلاحظ عند ترجمة أي نص عربي إلى أي لغة فإن الصفحة في العربية قد تتحول عند الترجمة إلى صفحة ونصف أو صفحتان في أي لغة أخرى تتميز اللغة العربية أيضا بدقة التعبير فلها قدرة فريدة على التعبير المناسب لكل كلمة فإن كل كلمة في اللغة العربية لها مراطب ودرجات للتعبير عن دقة المعنى فإذا أردنا التعبير عن السرور فإن له مراطب كالتالي الجذل الإبتهاج الاستبشار الارتياح الفرح المرح وإذا أردنا التعبير عن الهوى فإن لها مراطب ودرجات كالتالي الهوى العلاقة الكلف العشق الشغف اللوعة الجوى التيم التبل التدلية الهيام العشق الغرام الولع الولة تتميز اللغة العربية أيضا بالإعراب وميزة الإعراب هذه لا توجد في أي لغة من لغات العالم والإعراب في اللغة العربية يساعد في نقل المفاهيم وتوضيح المعاني فالكلمة الوحدة يمكن أن تعطي أكثر من معنى بمجرد تغيير الحرقة أو التشكيل أو الإعراب فعلى سبيل المثال كلمة بر عند تغيير تشكيل الكلمة أو إعرابها يتغير المعنى إلى أكثر من معنى فإذا وضعنا فتحة فوق الباء فستكون بر وهو يعني سطح الأرض ولم يغطه الماء وإذا وضعنا ضم فوق الباء فسيزبح معنى بر وهو القمح وإذا وضعنا قسرة تحت الباء فسوف تكون بمعنى البر وهو الخير والإحسان أما في اللغات الأخرى فكل معنى من هذه المعاني يستلزم لظا جديدا يؤدي معناه تتميز اللغة العربية أيضا بكثرة المتراضفات والتضاط أي كثرة المعاني الكثيرة لكل كلمة وكثرة المعاني المضادة للكلمة فعلى سبيل المثال كلمة الأسد في اللغة العربية لها أكثر من مئة مراضف من الكلمات وهذا لا يوجد في أي لغة أخرى حيث تنفرد بها فقط اللغة العربية تتميز اللغة العربية أيضا بوضوح مخارج الألفاظ ففي حروفها صفات تتميز بها بعضها عن بعض فإن مخارج الألفاظ التي تنطق بها الكلمة لها مراطب ودرجات وعلى سبيل المثال الاستعلاء والتفخيم والهمس والقلقلة والصفير واللثوية وغيرها تتميز الحروف العربية أيضا بقدرتها على الدلالة والرمزية للمعنى في الحرف في حد ذاته فحرف الحاء مثلا له دلالة ومعنى في حد ذاته فنجده يرمز للحدة والسخونة مثل ونجد على سبيل المثال حرف الخاء يرمز إلى ما هو كريه وسيء فمثلا خزي، خوف، خيانة، خلاعة، خنوثة، خذلان وهذه الرمزية والدلالة الخصة بالحرف تجعل له خصية فريدة يتميز بها الحرف العربي عن غيره من اللغات الأخرى كلمات أجنبية من أصل عربية يوجد في العديد من اللغات كلمات من أصل عربية فعلى سبيل المثال نجد في اللغة الإنجليزية كيذ من كهف الكهول من الكحول الجبرة من الجبر سودة من سودة ليمون من الليمون قفي من قهوة قطن من قطن مامي من ممياء سفاري من صفر ستوري من أسطورة جيراف من زرافة جسم من اليسمين جن من الجن ميرور من مرآة اكتوبوس من اختبوت شجر من سكر طول من طويل ووتر من مطر وست من الوسط وغيرها الكثير من الكلمات في جميع اللغات التي لها أصول عربية وهذا دليل على ثراء اللغة العربية في مفرداتها وكلماتها الفياضة والمتدفقة كالبحار الزاخرة